ونبدأ بالسلام من أهل الجزيرة ونتعرف منها على الأجواء في أهل الجزيرة دلوقتي تفضل يا سلام مساء الخير يا كابتن أيمن طبعا خي في بداية أرحب بحضرتك وبكل ديوفك الكرام والكابتن الكبار في الستوديو الكابتن علاء ميهوب والكابتن أسامة عرابي والكابتن عادي عبد الرحمن والكابتن أسامة حسني وبكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان وبالفعل يا كابتن أيمن زي ما حضرتك قلت حاليا أنا متواجدة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان أنabilكم كل الأمور والأجواء هنا واستعدادات النادي الأهلي لمشاهدة مباراة اليوم ومباراة السوبر الأفريقي ما بين النادي الأهلي ونادي الرجاء المغربي اللي إن شاء الله ستنطلق بعد ساعة من دلوقتي في تمام الساعة السابعة مساء على استاد أحمد بن علي خالين كابتن أيمن طبعا في البداية أقول حضرتك الأجواء هنا واستعدادات النادي الأهلي بالفعل بدأ يتوافد أعضاء نادي الأهلي على مقار نادي الأهلي بالجزيرة يعني يمكن من بدري كمان بدأ يتوافد أعضاء نادي الأهلي بالرغم يعني من انخفاض درجات الحرارة كمان يعني أنا لاحظت يعني من بدري أن كل أعضاء نادي الأهلي مبسوطين ويعني في أحاديث جانبية بيتكلموا عن أن هم قدقي يعني مشتقين أن هم يتفرجوا تاني على فريق نادي الأهلي وعلى مباريات نادي الأهلي بعد مدة طويلة غياب طويل بسبب طبعا مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس العرب التوقف الدولي كمان بالنسبة للمجهود المبذول الكبير داخل مقر النادي من قبل الإدارة التنفيذية طبعا تحت قيادة الدكتور سعد شربي المدير التنفيذي وإدارة الخدمات وكل العملين الصراحة تحت قيادة الأستاذ محمد الألفي مدير الخدمات والمنافذ في فروع نادي الأهل الثلاثة وكمان أفراد الأمن معهم سيد العميد علاء صلاح يعني الكل يعني بيقوم بمجهود كبير جدا داخل مقر النادي الأهل بالجذير عشان يوفروا يعني كل سبل الراحة والأماكن كمان لأعضاء النادي الأهل عشان يتفرجوا على المباراة بشكل جيد وكمان يمكن إدارة الخدمات وفرت أ أكثر من شاشة عرض داخل مقر النادي يعني مش بسzahl الشاشة الرئيسية اللي أنا وقف عندها كمان يعني فيه أكثر من شاشة في كل مكان في النادي كمان في الأماكن المغلقة عشان الكل يتفرج ويتابع المباراة بشكل جيد ده بالنسبة لي المجهود من قبل الإدارة التنفيذية وقدارة الخدمات وأفراد الأمن يعني بالنسبة لأعضاء النادي الأهل يعني للأجواء هنا مختلفة يا كابتن أايمن أجواء استثنائية يمكن أن أعضاء نادي الأهل يعني بيفضله دائم نهم اتفرجوا على جميع المباريات داخل لمقرنادي الأهلي بالجزيرة ومش بس مقر النادي بالجزيرة كمان يعني جميع فروع نادي الأهلي زي مدينة نصر والشيخ زيد عشان الأجواء بتكون مختلفة وأجواء تبقى استثنائية وكمان تبقى أكثر من رائعة وكمان يعني إن شاء الله لما جميع العيب النادي الأهلي والجهاز الفني نهاردة يفوزوا ويتوجوا باللقب يعني بطولة السوبر الأفريقي للمرة التمنى في تاريخ النادي الأهلي كمان الاحتفالاتنا بتكون مختلفة بنسبة لأعضاء النادي الأهلي يعني يا رب إن شاء الله النهاردة يا كابتن أيمن جميع العيب النادي الأهلي يفرحونا النهاردة ويحققوا الفوز واللقب التامن في تاريخ لنادي الأهلي وطبعا يا كابتن أيمن أنا مستمرة معك أنا وكل زملائي من فروع النادي الأهلي في التغطية خاصة وحصرية على شاشة تقناط النادي الأهلي وإن شاء الله يا كابتن أيمن يعني بعد المباراة نحتفل كلنا على هواء مباشرة مع حضرتك يمكن دي كانت كل الأجواء واستعدادات النادي الأهلي يا كابتن أيمن قبل بداية وانطلاق المباراة اليوم والآن نعود أمرة أخرى للستوديو واتكلم مليك يا كابتن أيمن تفضل شكرا جزيلا زمير العزيزة سلا حمد